من خلال نشاط الرئاسي أو نشاط فخامة الرئيس النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيودروس أدهانوم صحي كده؟ النطقة لو غلط سمحوني بس يعني في أسماء احنا ما نعرفهاش المهم الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة واللي بتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين في المقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية خصوصا مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحارجة ووصولا إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى كافة المحافظات طبعا إن شاء الله ده يتم بنجاح وعلى خير 20-30 بإذن الله يعني كلها سبع سنين وثلاثة شهر وبإذن الله يبقى في عندنا تأمين صحي شامل لعموم المواطنين وعلى كافة القطل المصري كمان ثمن فخامة الرئيس دون منظمة الصحة العالمية والجهود اللي قام بيها السيد أدهانم خلال جائحة كورونا خصوصا فيما يتعلق بتوفير اللقاحات من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء فخامة الرئيس وأشاد بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية خصوصا المبادرات الرئاسية المختلفة اللي تحت مظلة 100 مليون صحة واللي سهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصرية خصوصا من خلال خد بالك بقى مكافحة الالتهاب الكبد الفيروسي فيروسي طبعا ده فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة التانية زي مبادرة إنهاء قويم الانتظار مرضى جراحات والتدخلات الطبية الحارجة مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي مبادرة دعم صحة المرأة المصرية المبادرات الخاصة بصحة الأطفال وما أكتر تلك المبادرات أنت عارف المبادرات كتيرة ليه ولا لا عارف مش عارف البعض عارف والبعض مش عارف طيب اللي مش عارف نقدر نقوله بمنتهى البساطة علشان حالة المصريين قبل 8 سنين كانت صعبة قوي حالتنا الصحية وحالة وضع منظومتنا الصحية وما تفهمش هو كان تجاهل ولا تعمد ولا إيه كانت أكباد المصريين دي كانت العناوين بتاعة الجرائد أكباد المصريين في خطر كل المصريين في خطر يعني أنا عايز أفكرك بحاجة كده معهد ومركز الكلة الشهير في المنصورة اتعمل ليه؟ يعني تفتكر لما دكتور محمد غنيم يؤسس أستاذ الدكتور العلامة والعالم العظيم دكتور محمد غنيم يؤسس هذا المركز ليه؟ هو مركز للعلاج واللبحث بالمناسبة للبحث العالمي عشان عندنا مشكلة وإنه شايف إن المشكلة بتتفاقم فبيبحث لأجل العلاج ويعالج المرضى ده معنى إيه؟ معنى إن كانت الدولة مهتمة قوي صح؟ وقعدنا 30 سنة ظهر الدولة كانت مهتمة بزيادة فكان معدل الفشل الكلوي في زيادة ومعدل فيروسي في زيادة لأ كانوا 30 سنة خبر ده كانوا الجنة وما فيها إيه ده؟ لا يا جماعة ماينفعش دول أحلى 30 سنة عشناه ده إحنا ما شفناش حاجة حلوة كده مش ممكن؟ كل حاجة كانت كتير فيروسي كتير فشل كلوي كتير عشوئيات كتير فقر كتير إيه ده؟ أمية كتير شفت الوفرة؟ دي وفرة الثلاثين سنة إياهم سيبك تعالي نرجع للقاء حاجة بس كده يعني على طرف المعلقة ما عشان بس الشويتين اللي بيتعاملوا كل فترة والتاني مهم اللقاء شهد التباحث حول أفاق التعاون أو الله ما بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة واللي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر زي ما كنت بقول لكم المبادرات الرئيسية تحت مظلط مئة مليون صحة إلى آخره ومنظومة تأمين الصحة دي المهمة ضربتلك المثل قبل كده عشرات المرات وهضربهولك تاني يا سادة يا أفاضل يا سيدات يا فضليات باراك أوباما الذي ظل البعض أنه أحد الأساطير المنقذة للعالم العربي والإسلامي والله العظيم ده احنا غلاب قوي من كتر الضعف اللي كنا فيه كل عدين بنتشبس بأوهام مهم يعني بالأخير خاص جاب لكم الإخوان على كل حال كان برنامجه الانتخابي قائم على أوباما كير أوباما كير ده كان أنه هيبقى فيه 50 مليون أمريكي يتمتعوا بالتأمين الصحي في أمريكا بلد الأحلام لكن لما يبقى عندك رئيس يعمل لك تأمين صحي شامل مش هقول لك عملك بيعمل لك تأمين صحي شامل لمين؟ لـ 50 مليون؟ لمية واربعة مليون موجودين بس؟ لا دي منظومة مؤسسة موجودة علشان المصريين يطلعوا مية واربعة يطلعوا مية وعشرين بعدين يطلعوا مية وخمسين بعدين بيعمل منظومة تيجي تقول لي وعمل إيه لمصر يا دين النبي نحن مصر مش أمريكا احنا أهم وأعظم بكتير لكن ما عندناش الفلوس دي مش كده ولا إيه الله يرحمه فؤاد المهندس طيب وهنا ننتقل إلى مسألة الاهتمام الكامل والشامل سواء إذا كان من الرئيس أو من السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس ولكل اهتماماته وملفاته التي يعمل عليها سيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس هنقت المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للفتاة وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما جاء نصا في اليوم العالمي للفتاة أعرب عن كامل تقديري واعتزازي بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع فهن يساهمن في بناء الوطن حاضروا ومستقبلوا وعلينا جميعا أن نعمل دائما لدعمهن وتأهيلهن ليكن ذخرا للوطن وهنا تنتهي تهنئة سيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس وبالمناسبة اللي نبقله لك ده أو تحديدا اللي أنا أريدت ده هو من ضمن أحجار الأساس بتاعة الجمهورية الجديدة هي فكرة الاهتمام بالسيدة والفتاة المصرية وليس الاهتمام الشكلي ولا الظاهري ولا تفضل بقص شريط الافتتاح ولا تم افتتاحه في عهد فلان الفلاني أو علان العلاني سنة كذا ويبقى عندنا بتاع رخام كرارة مصري أبيض محطوطة وبعد كده ما فيش حاجة فيش حاجة شكل لا مضمون الواقع اللي احنا عايشينه من ثمان سنين هو واقع المضامين مش الشكل قل لي مرة قل لي مرة رئيس الجمهورية راح قص شريط الافتتاح ولقى قدامه حتة الرخام اللي مكتوب انه تم افتتاح المشروع في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وما فيش حاجة هو حتى ما لها الصور هو قل لي مرة في مشروع واحد كان شوية رمل مرة ده مفيش مرة غير والمشروع قايم ومستني الرئيس يقول ابدأ شغل ابدأ شغل ايه مش ابدأ شغل على المشروع ابدأ شغل جوه المشروع يطلع مصنع يطلع مزارع يطلع مدن خلويس قال لك بس التلاتين سنة دول ياه ولا يوم من ايام التلاتين سنة لو النبي ايه ده بجد اهه معقول يا خبر ابيض امال الناس كانت بتاعي وما بتتعلمش من ايه امال احنا بنبني دلوقتي ايه يعني لما هم كانوا تلاتين سنة عدالة وما فيش زيهم ولا جي بعدهم امال احنا بنبني ايه دلوقتي يعني انت عايز تقول لي ان انا عايش في واقع موازي طب في التلاتين سنة ما كانتش بتتعامل طرق ليه لما هم كانوا حلوين اوي كده وما كانتش بتتبني مصانع ليه لما هم كانوا ممتزين اوي كده وما كانش فيه مستشفيات كفاية واحنا بنبني تالي ليه ومدارس وجامعات يا راجل اتقل لا طب انا هضرب لك مثل عليش عاوض انا مضطرة اتحرك انحركت كتير ايه ده ده مش عاوض الله ده عبدالعظيم وصل زي ما وصل عارف انت لو ايه واخذ يفكر ويفكر ثم صار يفكر ويفكر ويعمل كده اهو ده انا هو احوال الصعيد في التلاتين سنة كانوا ايه هو الصعيد بس وبحري يعني هو حضراتكو في التلاتين سنة وعمركو ما شفتو الناس اللي كانت بتروح تملى مية من الترع كإني لسه في القرن الثمنتشر ويعدي فلطارها بحتة شاشة ولا قماشة ولا ملاية قديمة اه يا راجل ده كان حلم الجامعيات بتاعة العمل الاهلي حلم الجامعيات انه يعملوا ايه اه نوفر عرقين خشب عشان نسقف بيت لان الناس قعدة في الطل اه بلاش البرامج في التوكشو في الشتة كانت تعمل ايه بقى يتسابقون فيما بينهم البعض على ايه مين يجمع بطاطين اكتر بطاطين ده كان السباق ده مش وحش عشان ده مش حاجة وحشة في البرامج على اقلك انه بيحاولوا امه للدولة كانوا بتعمل ايه حقيقة كلمك بجد امه الخنون بيعملوا ايه يعني انا باعد افكر بجد معاك كده ممكن تحدي يقولي التلاتين سنة دول كان فيهم ايه يعني لما انا الاقي ان انا بقى عندي غاز في شرق المتوسط بيكفيني وصدر امه الخنون بيعملوا ايه في التلاتين سنة لما انا لاقي انه انا اقدر اعمل شبكات ربط طاقة وكهرباء باوروبا امهل كنت بتعملوا ايه في التلاتين سنة لما انا لاقي ان انا بابني عشرات الجامعات امهل انتوا كنت بتعملوا ايه في التلاتين سنة أمان لما أنا أبقى بعمل شبكات طرق لعموم الجمهورية مش للمدن الكبرى بس أمان أنت كنت بتعمله إيه في التلاتين سنة لما أنا لاقي أن أنا بعمل طرح شوء زاد طرح الأخير ده لو حضرتك تتذكر اللي هو كان يوم 25 سبتمبر اللي فات في البوستر في 25 محافظة شوء للناس بأسعار تبدأ وده الواقع من أول ميتين وعشر ألف أمان أنت كنت بتعمله إيه من تلاتين سنة لا مش من تلاتين في التلاتين سنة اللي أصل ما جاش قبلهم ولا جاي بعدهم ولا يوم من أيام التلاتين سنة ده كانوا أسوأ تلاتين سنة مروا على مصر أسوأ تلاتين سنة ده الناس غزت بعض في توابير العيش يا راجل عشان نرغيف بشلن اوعى التلاتين سنة أقول لك أنا هاخد لي شفطتين قهوة ما لسه ما جابوش القهوة هنشرب قهوة دلوقت تعالى نروح لتقرير لطيف بالمناسبة على حياة كريمة اللي تعاملت علشان تغير الواقع بتاع أهلينا في الأرياف إبلي وبحري وسينة والصحراء الغربية فتيجي هذه المؤسسة علشان تبقى تكمل بشكل مستدام عايزة نشأ جديد ونبت جديد ودم جديد ونفضل شغالين المسألة ماش عشان النهاردة عشان النهاردة وبكرة وبعده أصل أوعى تفكر أن حياة كريمة تتوقف عندما تنتهي الثلاث مراحل بتاع حياة كريمة لا طبعا المتابعة عشان الاستدامة عشان الاستمرارية فهتلاقي المؤسسة بتعمل إيه بتقعد تشجع الولاد على العمل التطوعي الشبان بتقعد جامعة اللي لسه فيهم الحماس ولسه فيهم العقل الجديد ولسه عندهم الأفكار الجديدة وهكذا فبتلف حياة كريمة على الجامعات في مصر تعلم الولاد وتشرح لهم يعني إيه حياة كريمة ويعني إيه أهمية العمل التطوعي وما إلى ذلك فزي ما كانوا في جامعة طنطة وزي ما كانوا في جامعة السويس وزي ما هم النهاردة في جامعة اسكندرية هتلاقي ممثلين مؤسسة حياة كريمة موجودين في جامعة اسكندرية بيعملوا هذه الندوات التوعوية الطلبية علشان يعززوا من جهود العمل التطوعي لشباب الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة شوف التقرير ولا تحاول أن تتذكر شيء من التلاتين سنة كنا نشرب المر فاصل أو تقرير وفاصل ونكمل الكلام الفكرة بدأت من ثلاث سنوات بإطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة واللي أصبحت مشروع قومي على مستوى جمهورية الحقيقة جامعة اسكندرية فيها قطاعات كتير جدا بتشارك في حياة كريمة من ضمنها القطاع الطبي عن طريق قوافل الطبية احنا بنعمل قوافل الطبية على مدار العام تقريبا كل شهر فيه قوافلة طبية لأحدى المناطق إنها حوالين اسكندرية ومش بس اسكندرية احنا وصلنا لحد سيدي براني والسلوم بالقوافل الطبية والاجتماعية كمان فده جزء مهم جدا بتشارك فيه جامعة اسكندرية جزء آخر من اللي بتشارك فيه جامعة اسكندرية بالنسبة لحياة كريمة هو محمول أمية احنا عندنا متطلب تخرج لكل طلبة القطاع التربوي في جامعة اسكندرية إن كل الطلبة لازم تمحوا أمية المواطنين عشان يبقى الطالب ده يقدر يتخرج من الجامعة فده برضو جزء مهم جدا بتساهم بيه جامعة اسكندرية في حياة كريمة دور الندوة التسخفية هو دور توعاوي ألقت الدوء على أهمية البرنامج والجهد المبزول فيه الشباب فعلا سمعوا نهاردة معلومات أنا أعتقد أو مرة يسمعوها ولازم طبعا إعلامنا المصري العظيم يبدأ يركز على الجهد المبزول في مثل هذه المشروعات طبعا مشروع حياة كريمة هو مشروع يعني عايز أقول لحدك اتولد كبير بيخاطب قطاع كبير من الأسر المصرية للأم الأكثر احتياجا سواء في مجال الصحة أو في مجال التعليم احنا طبعا بنحس كامل وكافة الشباب على المشاركة في العمل التطوعي ما يكونش بس مجرد لايك على الفيسبوك أو مجرد دردشع في مكان وخلاص لأ احنا عايزين يكون مشاركة فعالة على أرض الواقع عشان يتعامل ويشوف كم الإنجازات اللي بتعملها الدولة المصرية وبتنفذها الدولة المصرية على أرض الواقع ويكون جزء من الحدث ولا يكون شفاف مجرد موجود على مواقع التواصل الاجتماعي فقط لك النهاردة اليوم بنعرف بي متطوعين جامعة اسكندرية بمؤسسة حياة كريمة بحيث ان احنا نتيح لهم فرصة اكبر ان هما يتواهم معنا طبعا وبنعرفهم بنشاطات المؤسسة وكده من الزملاء جايين ناس من القاهرة من المؤسسة وهيعرفوا بقى الطلبة والشباب بحياة كريمة ايه هي وبتعمل ايه وايه فايدتها ونقدر نستفيد منها في ايه بحيث يعني نتح لهم الفرصة اكبر ان هما يتطوعهم معنا احنا النهاردة جايين بنين دينادوى دكتور موسعد جايين دينادوى النهاردة يعني ايه تطوع بنفاهم للشباب ايه مدى المشاريع اللي مؤسسة حياة كريمة بتعملها بنفاهمهم يعني ايه بنوصل للحالات ازاي بنعمل ايه ايه المشاريع اللي المؤسسة ايما بيها موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده حاجة وده حاجة ماشي؟ ده بس مبدئية المركز الاعلامي المجلس الوزراء الحقيقة مش مخلي في جهد وجهد بصراحة ولا مخلي في نفسي حاجة يعني وكأنه بيبقوا قاعدين والله رظيمة بشوهزر بكلم جد ياه وكأن الناس هناك قاعدين امنين بيسمعوا اللي في مخي انا مبارح طلبت حاجات معينة يعني يا ربنا يخليهم يا رب حتى الناس هناك المسؤولة عند المركز كلموني النهاردة وقولي الحاجة اللي انت طلبتان مبارح علاوة احنا بنحضرها لك فعلا بس احنا بقى النهاردة بعتين لك حاجة على التوقعات بتاعت النمو الاقتصادي في مصر وفي بعض الدول عنديني هنا في المنطقة تبقى للدراسات اللي عاملها وتبقى للدراسة الاخيرة الصادرة عن البنك الدولي انا فعلا اعمال كنت بفكر في الموضوع الصبح بادري جدا قاعد عمل بفكر فيه يا ترى هل ترى والحرب ومش الحرب وهايحصل ايه ومعدل نموين عامل ايه طب يا ترى هو احنا الاقتصاد بتاعنا بعافية الناس عمالة تقولي اقتصاد بالعافية والناس طلعت التاريق على قصة الدولار ولا مش الدولار يعني انا مش غيرش نفسي بالتاريق عموما يعني بس وهتشوف ما تيجوا خش رهان هو لما ينزل نحفل على مين نحفل على كل السوشيال ميديا ولا نحفل على العيل بتاعت الاخوان ولا نحفل على الاتنين غالبا هيبقى الاتنين بس مش ده وقته وقته هو ان انت تبقى عارف هو انت اقتصادك بعافية ولا اقتصادك مشي حلو طبعا اول حاجة هتتقال بس يوسف عاوز يقول لنا ان الدنيا حلوة والدنيا جميلة لا دنيا حلوة دنيا جميلة ازاي دنيا عمرها ما تبقى حلوة ولا دنيا جميلة طول ما الاسعار في زيادة عمرها ما هتبقى حلوة وجميلة والاسعار في زيادة ماشي وقفين كده على خط واحد اه طب وبعدين يا عم يوسف اقولك انا الجملة اللي دايما اقول يا جماعة لا حل لنا في هذا المجتمع الانساني مش مصر بس غير ان احنا نقعد نشوف شغلنا بالمزبوط نشتغل طيب نشتغل علشان يحصل ايه عشان اقتصادك يبقى ظريف ولطيف وجميل هو العالم حالته الاقتصادية حلوة لا يعني هو انت متصور انه العالم اللي ارتبط لكل الاسباب اللي انت ترتضيها او اللي لا ترتضيها انت دي اللي هو احنا كلنا كبشر حلو ارتبط ببعضه اقتصاديا خلاص زي ما ارتبط ببعضه سياسيا هنعمل ايه يعني فيبقى حرب بعيد عننا بالاف الكيلومترات لو كنا من خمس تلاف سنة ولا كنا سمعنا عنها اصلا ولا تؤثر علينا لا من قريب ولا من بعيد لكن احنا مش من خمس تلاف سنة احنا سنة عشرين اتنين وعشرين فهذه الحرب قدت الى مشاكل في العالم مش مثلا قدت لمشاكل في مصر بس بص لو الحرب دي مأثر اقتصاديا على مصر بس ابصملك بالعشرة المشكلة عندي بالعشرة لو مأثر على مصر بس هتقولي طيب يعني ايه اقولك ما هي لو مأثر علينا بس ده معناها ان انا اقتصادي حالة وحشة جدا انا لا بزرع ولا بصنع ولا بشتغل ولا بعمل حاجة انا عبارة عن اقتصاد قاعد عامل كده او دولة قاعد عاملة كده ومستني ايه العنو المدد على طول حتى ما بشتغلش يعني مش حتى عندي قدرة على الشرة مش عندي قدرة على شرة قمح ولا شرة زيت ولا شرة درع ولا ولا انا ما عنديش انا قاعد مستني العطف عطف المجتمع الدولي اه الدولة دي تابعت لنا كم مركب قمح ودي تابعت لنا كم مركب زيت ودي كم مركب درع ودي تابعت لنا مش عارف كم قطر هدية ودي تابعت لنا كم مش عارف مكانة هدئ لا مكانة ايه ما احنا ما بنسمعش بقى احنا خلاص احنا نتعبانين تمام دلوانة بس اللي مضرور بس ال194 دولة مضرورة ولا 193 لا 192 دولة مضرورة بسبب حرب ما بين دولتين بعاند يبقى اكيد اكيد المشكلة مش في مصر ما هو مش معقول المشكلة موجودة في بريطانيا موجودة في فرنسا هي موجودة في الاتحاد الاوروبي موجودة في كل دول اوروبا موجودة في كل الامريكتين موجودة في كل قرة اسيا العالم يعني هاتلي دولة وحدة ما عندهاش قزمة اقتصادية وحدة بما فيها دول سقف العالم يعني لا قبل ما نشوف معدل النمو هاتلي دولة واحدة بما فيها الدول اللي بنسميها كده ايه سقف العالم الدول التي تعتبر او تعتبر شعوبها هي الشعوب الاسعد في المجتمع الانساني زي ايه زي النورويج زي ايه زي السويد زي ايه زي الدنمارك اخبارهم ايه مع حضرتك سويسرا حضرتك تعرف عنهم حاجة ولا ما تعرفش لو ما تعرفش قولي وانا اعود احكيلك حدوتة كل او وضع كل دولة فيهم الاربع دول دول تحديدا اخبارهم ايه دول الدول الاكثر سعادة بجد فعليا يعني دي دول اللي هي ايه فيها لبن العصفور فيها كل حاجة واي مواطن يقدر يشتري اي حاجة المشكلة انه دلوقتي ما بقاش يقدر عشان معهوش فلوس عشان ما فيش منتجات ما فيش يعني زيرو يا يوسف لا مش زيرو على حاجة بس مش زي زمان ومش زي زمان خالص خالص يعني اللي عاوز يشتري مثلا مثلا افترضنا انه دي برطمان قهوة لا زي كم القهوة زيت عاوز يخش يشتري ثلاثة ازايز زيت هيتقاله لا هي ازايزة واحدة هيخدهم من على الرف وهيروح بيهم عند الرجل علشان يحاسم هيروح واخد ازايزتين حططهم على جنب كده قوله هي ازايزة واحدة حضرتك مش من حقك ترفع درجة الحرارة بتاعت الدفاية في بيتكو اكتر من تسعتاشر درجة مئوية يقوله الله ليه انا عاوز ارفع درجة الحرارة اكتر من كده يقوله ما هو الفاتورة هتبقى غالية يقوله انا هدفع هدفع تمن الفلوس بتاعت درجة الحرارة اللي على مزاجي يقوله لا هي القصة مش ان انت هتدفع انا ما عنديش غازي حبيبي فانسى ما بقتش بالمزاج حضرتك بقى عاوز تشتري حاجة محتاجة بتروح تشتري تقولي بس غالية اقولك بس موجود انا مش بقولك بقى اصل بلد لا 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 مش البلد اللي شبهنا احنا بنكلمك على اربع دول اوعى اللي هو الحلم يعني لما بنجي نتدق كله اتفكر نفسك عايش في سويسرا طيب تعال نشوف الوضع الاقتصادي بتاع مصر اخبروا ايه ترى حلو وحش طيب نقرنه بمين تعال نقرنه على الاقل باللي حوالينا مش هقولك بالدول العالم بالمناسبة هو دول العالم اصلا اقتصادها في النازل وبالمناسبة انت في الطالع مش سابت يعني دول العالم توقعات النمو او متوسط النمو بتاع الاقتصاد العالمي كانوا متصورين انه هيبقى ثلاثة ونصف في المية لسنة الثلاثة وعشرين دلوقتي بيتكلموا على تقريبا اتنين وتمانية من عشرة بينزل احنا كانوا متصورين ان احنا هنبقى خمسة ونصف في المية ده على تقريب ابريل حلو يعني بقى اينا كام يا يوسف ستة وستة من عشرة اسمع مني وتفرج تعال نشوف الوضع الحالي وما تستعجلش وبالمناسبة يعني هما تو سلايدز او يعني شاريحتين من هذا العرض بص يا سيدي المركز اعلان مجلس الوزراء ناشر الاتي توقعت البنك الدولي تؤكد تحقيق مصر اعلى معدل اعلى مش من اعلى اعلى يعني نمرة واحد يعني الطب يعني نخبة النخبة بين اهم اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا طيب فجه البنك الدولي وحطلك عدد من الدول نبدأ من اول ايران لحد مصر ايران اتنين واثنين من عشرة هتقولي يا ما انا ما لي وما الايران ماشي حاضر الجزائر الشقيقة دولة تصدر البتولول وتصدر الغزو دولة مهمة وكبيرة وعظيمة اتنين وثلاثة من عشرة الشقيقة الاردن اتنين وثلاثة من عشرة الكويت اصدقائنا حبيبنا اتنين ونص في المية فلسطين تلاتة في المية البحرين تلاتة واثنين من عشرة تونس الخضراء تلاتة وثلاثة من عشرة انا واخدها لك ايه صعودا قاطر تلاتة واربعة من عشرة المملكة العربية السعودية تلاتة وسبعة من عشرة الله احنا فين يا عم يوسف يا عم تقلصانا انت مستعجل على ايه مش تسمع اشققنا واصدقائنا واجيرانا اخبارهم ايه تاني المملكة العربية السعودية تلاتة وسبعة من عشرة سلطنة عمان تلاتة وتسعة من عشرة المغرب اربعة في المية بصراحة برافو عليهم حقيقي يعني طيب الامارات اربعة وواحد من عشرة العراق اربعة وتلاتة من عشرة مصر اربعة وتمانية من عشرة فتحتل المركز الاول في معدل النمو الاقتصادي على مستوى الشرق الاوسط بما فيه اشققنا الخليج وشمال افريقيا ايه اللي بعد قولي اربعة وتمانية من عشرة هونتا مش كنت بتقولي فيه ستة وستة من عشرة تاتا تاتا ما احنا قلنا الاستعجال وحش لا تكن عجولا كن صبورا الصبر زينة والله العظيم الصبر زينة جدتي علمتني كده تقولي الصبر زينة ايه حبيب الصبر زينة بالراحة بالهداوة ابوي الله يرحمه كان ذا ما اني قاعد يقولي بالراحة نفكر بالراحة وناخد القرارات بعد تفكير بالراحة تطب القرار قال لي خطف شو انت فكرت كفاية اخطف قرارك بقى طيب بص بقى تحسن التوقعات خدت بالك بقى تحسن التوقعات لاهم المؤشرات الاقتصادية انا دايما لما جي نبص اي حد في الدول الميجي بص على الاقتصاد عاوز يبص على حاجتين في الدول اللي زي حالتنا اللي هي ايه اقتصادات الاسواق الناشئة نبص على حاجتين مرتبطين بكلمتين صعبتين تقال اسمهم العجز طيب عندي عجزين حاجة اسمها العجز الكل وحاجة اسمها عجز الحساب الجاري ماشي الكلام يبقى حاجتين في حالات الاقتصادات بتاعة الاسواق الناشئة يعني ايه من غير تعقيد يعني الناس اللي زي حالتنا احنا ما اسمهش اقتصاد نامي ولا احنا اقتصاد متقدم انا اقتصاد اسواق ناشئة يعني ايه اسواق ناشئة يعني انا عندي بوتانشيل يعني ايه عندي بوتانشيل اتكلم عربي يا عم انت عامل لي نفس الخواجة لا يا حاضر يا فن عندي بوتانشيل يعني انا عندي فرص واعدة فانا الاقتصادة الناشئة اللي زي دي احنا اصحاب الفرص الواعدة اصبحنا اسواق ناشئة يعني ايه إحنا قادرين على جذب استثمارات وقادرين أيضا على تصدير منتجات أو خدمات خلاص كده؟ طيب في حالتنا لازم نبص على معيارين مهمين جدا مرتبطين بكلمة صعبة ثقيلة على الزهن والقلب والروح اسمها العجز واحدة اسمها العجز المحلي الإجمالي أو يعني بشكل عام أو تاني العجز الكل وواحدة اسمها عجز الحساب الجاري مرتبطين بإيه؟ بالنتج المحلي الإجمالي طب إيه هو النتج المحلي الإجمالي؟ يعني كل الفلوس اللي تعملها الدولة خلال سنة طب يعني إيه الدولة؟ يعني القطاع العام؟ يعني أي فرد مواطن منتج كلنا بنطلع إنتاج قد إيه؟ يسوي كمف الفلوس؟ يسوي المبلغ الفلاني ده اسمه الناتج الإجمالي طيب بص بقى العجز الكل بقيسه نسبته قدام الناتج المحلي الإجمالي بتاعي فأنا هقس على إيه؟ هقس على العام المالي بتاع مصر 22-23 ماشي الكلام؟ من نهاية ستة الأول سبعة نهاية ستة 22 أول سبعة 23 ده كده العام المالي 101 مالي طيب بص يا سيدي العجز الكل كان نسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 22-23 بص بقى إحنا العجز كان توقعاته في تقرير إبريل سبعة وثلاثة أمان عشر عجز طيب وبعدين أكيد زاد ما الوضع اللي اقتصاد المصري يوحش يا جماعة أكيد زاد العجز أكيد زاد لازم يطلع ما فيش عندنا هولوجرام نجيب محمد نصر يقف هنا يعمل لنا عرض سركة أو بهلوان في الحتة الفاضية دي بص هزيمة فبه هنا والنبي لو عندك تقنية الهولوجرام عايزين نصورة يعمل لنا هنا عرض اللي هي الحركات اللي هو بيقعد يعملها دي ويقعد هو بيعمل حاجات كده ويعمل كده وبتاع وبعدين يرفع وشه وبعدين يرفع يديل السماء وبتاع بيعمل أداء ركيك قوي 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 يعني غلبان غلبان يعني فنازم قلنا بقى لك تسع ده المصري يوحش سيبك من باقينا عن نصورة طالما الاقتصاد المصري يوحش يبقى العجز يحصل له ايه بالزبط يزيد تمام طيب ولو العجز قال يبقى الاقتصاد ايه حلو او متقدم مش حلو بيتقدم للأمام فهتلاقي ابريل كان التقرير بيقول سبعة وثلاثة من عشرة اجي في اكتوبر يعني من شهر اربعة لشهر عشرة زدت شهور والتنين بعد الحرب الحرب بدأت امتى ايه فندم اربعة وعشرين فبراير سنة عشرين اتنين وعشرين توقعات ابريل بتقول انه العجز سبعة وثلاثة في المية اجي في اكتوبر الا ايه ستة وسبعة من عشرة ايه الكلام ده يعني قال ستة من عشرة في المية اه في ستة شهور اه يعني عمليا كده في السنة يقل لقد ايه واحد واثنين من عشرة تقريبا ويمكن ازيد طيب تعالوا نشوف العجز التاني الوحش ده عجز الحساب الجاري برضو نثبته من الناتج المحلي الاجمالي لنفس ذات العام المالي لو انا اقتصادي مش ماشي مظبوط ايه اللي يحصل العجز لازم يزيد طيب ابريل كان بيقوله خمسة في المية الله لكن اجي في اكتوبر ليه اربعة واحد من عشرة يعني العجز بينخفض ده معناها ان اقتصادي وحش ولا حلو ولا وحش ولا حلو ده معناها ان اقتصادي بيتحسن ادائي الاقتصادي بيتحسن طيب تعالوا نشوف بقى التنبؤات بتاعة البنك الدولي وتحقيق مصر اللي معدل النمو طيب بوستسيد سنة خد بالك واحد وعشرين اتنين وعشرين في ابريل اللي فات كان توقعاتهم بيقولوا يا جماعة بيقولك يا جماعة معدل النمو بتاعك انه تبقى خمسة وخمسة من عشرة بس التقرير الجديد وهو يراجع المؤشرات ومعدلات اداء الاقتصاد حلو معدلات الاقتصاد بيقول ايه بقى قالك ده كنا تصورتنا وتوقعاتنا كبنك دولي ارفع مؤسسة مالية في العالم يعني بيقول ايه توقعاتنا ان انتوا هتحققوا معدل النمو خمسة وخمسة من عشرة لكن توقعاتنا بتقول ستة وستة من عشرة ده التوقعات الجديدة او بالادق مش التوقعات ده ده التحليل الجديد ده النتيجة الجديدة احنا كنا بنشوف يا جماعة حضراتكم خمسة وخمسة من عشرة لقينا ان حضراتكم وصلتوا لمعدل ستة وستة من عشرة معدل نمو جميل طيب تعالى نشوف برضو هذا البنك العظيم بيقول ايه بقى بيقول عندنا دول هنعمل لها تصنيف دول مصدرة للنفط ودول مستوردة للنفط دول بتستورد بترول زي مصر ودول تصدر بترول زي المملكة العربية السعودية صح كده ماشي طيب الدول اللي بتستورد البترول ماشي بيتوقع البنك نمو اقتصادها بايه قالك اربعة ونصف في المية خلال عام عشرين اتنين وعشرين كويس واربعة وثلاثة من عشر في المية لعام عشرين تلاتة وعشرين ده هنا مش العام المالي ده كده العام العادي عام ميلادي عادي جدا وتقود مصر هذه المجموعة بنمو مدفوعة اول حاجة تيجي على بالك ايه صادرات الغاز الا الغاز ده كان فين في التلاتين سنة صحيح معقولة كده اكتشفنا عندنا غاز ما هو حاجة من اتنين يا اما في عصا سحرية في يد فخامة الرئيس فشاور بيها على شرق المتوسط طلع الغاز فطلع صح يا اما كلف ناس ادرسولي المنطقة كويس واعرفولي منطقة دي اللي هي كل حاجة بتاعتي الارض بتاعتي والمية بتاعتي ادرسولي الموارد بتاعتي ايه قدراتي ايه وقلولي وصلتوا لفين طيب هو الرئيس فعلا عمل كده لانه ما فيش حاجة اسمها عصا سحرية حاجة اسمها دماغ علم دراسة خبرة السؤال بقى واللي قابليه ما عملوش كده ليه كان فيه اتنين قابلوا عملوش كده ليه ليه علشان ايه وتقود مصر هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعي السياحة والاتصالات يبقى البنك الدولي شايف انه معدل النمو الاقتصادي بتاعنا مدفوع بايه صادرات الغاز واحد معاها السياحة طيب و لما السياحة عندي تبدأ او تبقى هي واحدة من قطرات النمو الاقتصادي ده معنى ايه معنى ان انا عندي بنية اساسية زائد بنية مشجعة لجذب السياحة افضل مما سبق كده الحال في الاتصالات يعني انا عندي الاتصالات بتاعتي بتقود او واحدة من القطرات الثلاثة للنمو الاقتصادي في هذا العام عشرين اتنين وعشرين والعام القادم بإذن الله وكان انا عمر عشرين تلاتة وعشرين و لما يبقى انا عندي الاتصالات قاطرة او كده قبل كده الاتصالات قاطرة في مصر بتكلم بجد والله تكرين انتو الاعلان بتاع الانترنت زمان زيل و مش عارف ايه وفار وبتاع وجو على رأيه ما جدت كده ايه طبقه هو اجي شبيك لبيك و الجليتر بين ايديك حلوة كده تفاكر انت لما كنت تتصل برقم وبعدين تسمع وبعدين تفضل قاعد حاطي ايدك على خدك وبتتفرج على الكمبيوتر او اذا حلفك الحظ وكنت سعيد ان لديك لابتوب وقعب تستنى بقى الكونكشن يعني بس يتصل فتقعد بقى ايه خمس دقايق قاعد بسصله يوه حدوتة pads بص 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 الوضع بحش واشققنا ده كلام البنك الدولي البنك الدولي بيقول ايه بقى على التضخم قالك بوس يا سيدي متوسط معدل التضخم خلال الفترة من مارس ليوليو اللي هي من الحرب الحرب بدأت في 24 فبراير سنة 2022 من مارس ليوليو سنة 2022 فمعدل التضخم كان المتوسط بتاعه 14.3 18% فالبنك الدولي بيقولك التضخم ده لازم يزيد ليصل الى 18.4 من 10 يعني يزيد 4% زيادة كان لازم طب وما زادش البنك الدولي اللي بيقول بيقول لكن لو لا تدخل الحكومة للسيطرة على التضخم لو وصل الى 18.4 من 10% اي ان تدخلات الحكومة ادت لخفض التضخم باكتر من اربعة نقاط مئوية خلال تلك الفترة حكومة عملت ايه يعني عشان التضخم؟ ولا حاجة خلص الحكومة تدخلت بانه هي وسعت من انتشار المنظومات بتاعتها زي امان وطني مثلا يعني الحكومة تدخلت بانها زودت من الفترة والعدد بتاع معارض ومبادرة زي كلنا واحد الحكومة تدخلت علشان خاطر المرتبات والمعاشات تاخد الزيادات او تتحط عليها الزيادات قبل معادها الطبيعي بتلات شهور الحكومة تدخلت علشان المعارض بتاعت الادوات المدرسية ومعارض رمضان ومعارض فتنزل بالاسعار لتحت الحكومة تدخلت ام اللي يعني تفتكر يا ترى يا هل ترى هو التضخم مزدش الاربعة في المية زيادة ليه عن المعدل بتاعه يعني المعدل كان اربعة تاشر وثلاتة من عشرة بدل ما يوصل لطمانتاشر واربعة من عشرة يعني اربعة فاصلة واحد بالعصايا السحرية برضي هو انت بجد متصور اني في حاجة اسمعه صاحبية ده كلام البنك الدولي مش كلام حد تاني يعني طيب خلونا هنا بقى ناخد كلام الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصر للشؤون الخارجية اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيك يا فاندم اهلا بحضرتك زي الصحة معلش طولنا على حضرتك شوية لا 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 انت ما شاء الله عليك يعني لا يا فاندم العفو خالص خالص السهل الممتنع يا كتير علي الكلام ده فاندم ما تقولش كده ربنا خليه انتم الخبراء اشرح لنا يا دكتور انا حاولت قدر الاستطاعة بالمصري الفصيح زي ما بيتقال لكن احنا محتاجين رأي الخبراء في هذا الكلام بص فاندم مبدئيا المعدلات المختلفة اللي بيستخدمها البنك الدولي او صندوق النقد الدولي دي معدلات متعارف عليها وليست فيها مجاملة يعني لا البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا اي مؤسسة دولية بتنشر تقرير فيه مجاملة لاي دولة على حساب المهنية والاعراف اللي متبعة بالنسبة للامور العلمية حلو لما بنكلم على ان مصر هتحقق اكبر معدل نمو بين اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الحقيقة ده مش مبني على الظروف الحالية ولكن هو مبني على ما تحقق منذ بداية برنامج اصلاح الاقتصادي ومتابعة هذه المؤسسات الدولية للتجربة المصرية الرائدة على مستوى العالم مش بقول على مستوى العالم ان في مصر في فترة زمنية بسيطة جدا قفزت قفزات هائلة في اهم عوامل التنمية زي البنية التحتية زي العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية الدولية زي القوانين الجاذبة للصمار زي التركيز على الفئات الاكثر احتياجا زي ايضا بيدخل في الحسبان لو حداك نتذكر التجربة المصرية في المجال الصحي القضاء على الالتهاب الكبد الوبئي فيروسي وما تلاها من مبادرات وتجارب ومشروعات مصرية حققت متائج وصلت الى مية في المية مية في المية مية في المية بمعنى ان هناك ادارة ماجحة ان هناك رؤية معتمدة على العلم ومعتمدة على الخبرة ومعتمدة على امكانيات الدولة ومعتمدة على شيء مهم جدا يمكن كان السيد رئيس قاله في بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي قال عايزين نتحمل بعض لمدة ثلاث سنوات وده اللي حصل بالزبط يعني ستاشر سبعتاشر تمنتاشر كانت هناك نسبة من نقدر نقول المعاناة الخفيفة لكن في تساعتاشر ظهرت النتائج لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المرحلة الاولى منه لكن شاء القدر ان تأتي جائحة كورونا في نهاية هذا العام وبالتالي بدأت وزي ما سيادتك قلت وده يعني يمكن من ضمن الحاجة الحقيقة انا استمعت اليك بانفاط شديد نحن عندما نكون عادلين فيجب ان ننظر ليس فقط فيما فيما يحدث في مصر ولكن فيما يحدث في العالم كله يعني جائحة كورونا مصر وده باعتراف المؤسسة الدولية ومنها منظمة الصحة الدولية المديرها موجود في مصر هنا ان مصر هي دولة من دول بسيطة جدا اللي يعني لا تتعدى عددها الاصابع اليد الوحدة اللي حققت انجازات متميزة في موضوع جائحة كورونا ايضا البنك الدولي اشار الى ان مصر ايضا وسط عدد بسيط جدا من الدول اللي حققت معدل نمو ايجابي في السنة اللي هي سنة عشرين عشرين اللي هي سنة جائحة كورونا طيب ده معناه ان كل ما يتم من مقارنات هي مقارنات عادلة ليس فيها تحيز وبالتالي يجب ان ننصط لهذه المتائج وهذه التقارير واش ننصط لها وانا افتخر يعني انا يمكن اني بسافر كتير وايضا بستقبل زئرين من الخارج كتير التجربة المصرية فاندم الحقيقة هي تجربة مبهرة انا مش عايز اقول لخضراتك ان بذات لان انا في افريقيا بقالي يعني ما يقرب من ثلاثين سنة ان اخواننا في افريقيا دائما بيقولوا ان زي ما مصر ساعدتنا في التحرر من الاستعمار في حقبة الستينيات فنرجو ان مصر ايضا تنقل لنا تجربتها في البرنامج اصلاح اقتصادي اللي هو الابهار اللي فيه انه حدثت نتائج حقيقية ملموسة كبيرة على الارض في مدة زمنية قليلة بشكل كبير طيب لما ننظر للمستقبل اولا احنا عشان ننظر للمستقبل لازم نقيم ما حدث في الواقع كورونا انتهينا منها وحللنا وشوفنا ويمكن كان التحدي الاعظم بالنسبة لجائحة كورونا هو تأهيل المنشآت الصحية المصرية على جميع الرقعة الجمهورية مصر العربية ان تكون جاهزة لكل احتمالات وبالمناسبة يا أستاذ يوسف ان اللي ده حصل ما حصلش لما احنا بدأ السيد الرئيس فيه منذ أواخر 2019 والتحدث عن امكانية ان يتحول وباء كورونا الى وباء عالمي السيد الرئيس عمل على طول خليل ازمة وجمع الخبراء المسؤولين التنفيذيين بجميع الاجهزة المختلفة وطلب منهم ان يتم وضع سيناريوهات مختلفة من الاسوأ الى الافضل وبالنسبة لكل سيناريو ما هي الحلول التي تتم نمرة واحد في مجال الوقاية نمرة اثنين في مجال تقليل الاصابات نمرة تلاتة في مجال ايجاد اسر في المستشفيات والمراكز الصحية لعلاج المرضى نمرة اربعة للقضاء على اذا حدث اي نوع من طوابير الانتظار القضاء وده تم بامتياز يمكن حيث اتذكر ان فيه مستشفيات ميدانية تم انشاءها ولم تستخدم تقريبا ولكن كنا على اتم الاستعداد لكل البداية ما نحن فيه الان هو ليس يعني اسمح لي اوضح هو ليس نتيجة للحرب بين دولتين هو نتيجة للعقوبات الاقتصادية اللي فرضها الغرب على روسيا وهو ليس فرضها على روسيا لان روسيا هي الدولة الاكثر استفادة مما يحدث الان روسيا عملت دخل قومي لم يحدث في تاريخها يعني لم تكتمل السنة وتخطو اعلى رقم ناتج او دخل قومي في تاريخ روسيا الهدى الاشياء الاشياء العجيب ان الدول الغربية عندما فرضت هذه العقوبات هي كانت من اواءل المتضررين لدرجة أن الحقيقة لما بنفكر كده بشكل متجرد عايزين نقول مين السبب في فرض هذه العقوبات هي الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر المتضررين من هذه العقوبات هي أوروبا اللي هي أكبر حليف للولايات المتحدة الأمريكية والمكون الأكبر عددا في حلف الناتو طيب ده معنى إيه أنا طبعا أنا خعمل تساؤلات ومشحة التفسيرات لا كله لكده لازم التفسيرات يعني طب دكتور شريف أنا عارف طبعا هي أوروبا هي أكثر المتضررين موسكو أصبحت أو بالأداء روسيا الاتحادية أصبحت هي الدولة الأولى تاريخيا حتى في أنها تخوض حرب وبالرغم من ذلك قيمة عملتها تفضل في تصاعد وده شيء تاريخي مزهل وغريب يعني بس طبعا دي تفسيرات الاقتصادية المفهومة جدا وأمريكا كمان هي بدأت أو بالأداء هي تحصد الحقيقة نتائج هذه العقوبات لأنها أيضا مستفيدة من وراء رفع معدلات سعر الفايدة وبالتالي جزبت أموال ساخنة وجزبت المزيد من الاستثمار وبتفضي الاقتصاد الأوروبي أنا مع سيادتك تماما لأن احنا لازم نذكر شيء حضرتك في بداية تأسيس الاتحاد الأوروبي بريطانيا رفضت بشكل كبير جدا الانضمام إلى اليورو والانضمام إلى الشنجن صح وكانت الحقيقة يعني بتفسد أنا فاكر كان فيك ساريكاتير أيام جاك شيراك وهلموت كول وبلير لأن تعرف حدا كان رؤساء الدول الاتحاد الأوروبي يكونوا رئيس بيرقص الاتحاد لمدة 6 شهور فأثناء رئاسة بلير فجايبين كده كاركتير أن فيه مرمى بتاع كرة قدم وأنه جايب أهداف كتير 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 فبيقول له شيراك وهلموت كول بيقول له برافو بس خد بالك اللجوان دي كلها فجون نحن أنت جايب الأهداف دي أيوة تبدأ خلجون في نفسك فأنا كنت بأتصور الحقيقة أن هناك منذ انشاء الاتحاد الأوروبي وهو فيه ألأ كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هي عملت الخطة مع بريطانيا لكي تكون بريطانيا في الداخل ليس بغرض إنجاح الفكرة ولكن بغرض نقل الأخبار وأحيانا الاشتراك ما يمكن أنت حقيقة أنا متابع هذا الملف تماما أنا أتفق بنسبة 100% ونحط جنبها 900 مليون صفر طب دكتور الشريف والنبي أنا عايز يعني أستسمح حضرتك تلاقلنا ساعة من الوقت تنورنا في الستوديو ده أنا يشرفني أشرف لا ده أنا اللي أتشرف أرجوك أنا يشرف لأنه كل هذه التحليلات أو مش علامات الاستفهام بقى لحاتك حطتها لأننا عايز علامة الاستفهام بالتفسير أنا يشرفني وتحت أمر حضرتك أنا اللي أتشرف يا دكتور شريف وأطلنا على حضرتك أنا آسف لأخر لك أكيد معاد النوم المبكر فهكذا هو حال العلماء والخبراء الكبار ما يحبوش يسهروا زي حالتنا فإحنا المواطنين العاديين أشكرك جدا أنا دكتور شريف كل الشكر حضرتك دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجي بالمناسبة أنا أصدت أن احنا نشرح السلايدز بتاعة المركز الإعلام مجلس الوزراء بشيء من الإطالة برغم أن هم بس صفحتين وأصدت أكتر أن احنا نطول في المكالمة مع دكتور شريف لأنه أنا عايز حضرتك تفهم كويس الوضع الاقتصادي العالمي واصل إلى أي مدى من الانحضار ولا هقولك أرجوك ولا حاجة وإن إحنا زي الفل وحلوين وجمدين وما حصلناش يا سيدي إحنا مش جمدين وإحنا حصلنا وكل حاجة بس فعلا فعلا إحنا الخط اللي إحنا ماشيين عليه صح صح في ناس تحب تعمل نفسها اللي هو إيه مختلف يعني اللي هو إيه المغرد خارج السلبيل وإحنا نحن جيدين في هذا وذاك إلا أننا وقعنا في بعض اللي مش عارف إيه نعدلها الكلام النظري رائع اللي موجود في الكتاب حلو حلو بس حطولي على الأرض الواقع أطرب لك مثل في السريعة لشان الفاصل عارف إنت اللي بيجي يقول لك إيه أنا راجل بعمل في السنة حوالي مليون جنيه من الدروب شيبينج جيب حاجات من الصين حطها على البلاتفورمز بتاعة المبيعات أب تاك تاك جماعة خشوا على الدروب شيبينج جميل ده الكتاب حطه على أرض الواقع ويش ولما أنت بتعمل مليون جنيه ولا مليون دولار في السنة قاعد هارينة ليه على يوتيوب يعني خير وإنت فاضي انت فاضي تعمل فيديوهات وتمنتج وتبقى مشغول بإنك أنت تعملي كابشن عمل إزاي وعنوان عمل إزاي متخليك في الدروب شيبينج لما هو بيجيب لك فلوس كتير قوي للدرجات دي ولما أنت راجل بتحقق مليون دولار من الدروب شيبينج مشغول بيه ليه خليك في شغلك فيش كلام من ده فيش حاجة اسمها إيزي ماني خالص مال سهل مفيش نجاح سهل مفيش أي حد هيقول لك غير كده نصاب فيش حاجة اسمها كده بالمناسبة يعني فيه ناس قلبها على البلد كتير حبوا البلد كتير بعض يغارد خارج السرب حقه نقول لك شلاء حقه جدا لكن اللي أنا أقوله إيه اللي على البر عوام خد الكتاب وطبقهولي على الأرض الواقع عايزين نجرب يلا تعالى شوف كده في البرلمان في بريطانيا إيه اللي بيحصل في مجلس العموم البريطاني فمثلا دلوقتي الأغلبية يمين محافظين فتلاقي رئيسة الوزراء محافظين أنا عايزك تتفرج على الأداء بتاع حزب العمال البريطاني سيبك هو على حزب اشتراكي ولا حاجة سيبك من الكلام ده بس تاني عايزك تتفرج على الأداء الناس دي مش بتطلع تصاوصوا لا الناس دي بتيجي تقولك يا بص يا حكومة مش حاجة اسمها كلمة غلط مش حاجة اسمها لقد فشلتم غلط عشان الصح 1-2-3-4-5 لقد فشلتم لأن النجاح هو 1-2-3-4-5 جميل؟ حلو بتيجي بعد كده انتخابات فيأتي حزب العمال البريطاني إلى الحكم وتيجي تلاقي رئيس الوزراء من حزب العمال البريطاني فيقولوله المحافظين بقى عادين قدامه في البرلمان هم المعارضة وريني الشطارة تلاقي إنه في جزء بينجح فيه وجزء يخفق ليه؟ عشان على أرض الواقع الكلام ده مفيش اللي على البر إيه؟ عوام بالمناسبة ما فيش حدث محيث على عوام في التاريخ يعني في المصالح الدين الأيوبي 95% منه غلط عشان بس نبقى متفقين يعني بس مش ده موضوعنا فاصل علشان زيمة دلوقتي قاد مال بيشرب شربة الأسد ونزل لنا فاصل ونكمل الكلام قمة المناخ بالنسبة لنا هي حدث عالمي ليس فقط لأن اتفاقية المناخ هي من أكبر الاتفاقيات متعددة الأطراف على مستوى الأمم المتحدة ولكن هي بقيت قضية حياتية هذه القضية مرتبطة ببقاءنا على وجه الأرض استضافتنا ليس فقط نيابة عن أفريقيا ولكن لتحمل مصر مسؤولياتها ودورها الريادي في التعاون الدولي البيئي اتنين قدرة مصر على جذب الاستثمارات والشراكات من خلال وجود وظائف جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة إعادة استخدام المياه النقل الكهربائي اللي بنتكلم عليه دلوقتي اللي هي بقى موجود بشارم الشيخ كل دي عبارة عن فرص عمل جديدة هتبقى مفتوحة للمصريين من خلال شراكات وتحالفات دولية منوجودة نحن في جامعة قاهرة من مهتمين منذ وقت مبكر بالمحور البيئي وتنبهنا إليه تنبه سريع منذ عام 2020 ولذلك كنا حرسين على التعاون مع وزارة البيئة لأننا الآن أصبحنا جامعة من الجيل الرابع جامعة الجيل الرابع بتعتبر أن المحور البيئي هو أحد الأركان اللي بتقوم عليها جامعات الجيل الرابع وكانت بداية العمل مع وزارة البيئة والبنك الدولي أن نحن وقعنا اتفاقيات تعاون في مجال الدراسات العليا دبلوم والمجستير والدكتوراه بشكل مبكر جداً سنة عشرين ثم يأتي هذا النموذج للمحاكاة من طلاب جامعة قاهرة عكساً لأمور عديدة لعل من أهمها أن نحن بنقدم دلوقتي مردود واقع عملي لحجم التطور التعليمي الذي حدث في جامعة قاهرة نحن في نموذج محاكاة التغير المناخ نحن إن شاء الله بنحاكي اللي هيحصل إن شاء الله في كوب 27 في مدينة شرم الشيخ بقلنا ثلاث شهور شغالين على ملف قضية التغير المناخي الأول خدنا ندوات تععوية بفكرة التغير المناخي ويبنا متخصصين في قضية التغير المناخ والبيئة بشكل خاص بعدها بدأنا نحن ناخد جلسات توعوية عن المهارات الشخصية بعد كده بدأنا ناخد أوراق بحثية بناخد ملف كل دولة وعملنا عنه ريسورش كامل بصراحة النموذج ده احنا تعلمنا منه كتير قوي دورنا في المشاركة احنا متقسمين على دول أنا متحدث الرسمي باسم دولة رومانيا تعلمنا شفنا قضية المناخ كل دولة بتهتم بيها ازاي شفنا من اسبكس كتير مختلفة وده فدنا كتير جدا في الاول احنا قدمنا طبعا في الجامعة تخلنا النموذج في الاول بدأنا بقى ناخد ساشنز الاول عن التغيرات المناخية عامة واثارها عامة على الكوكب كله مش على مصر بس بدأنا نفهم دور مصر والاستراتيجية اللي مصر حطاها عشان تبدي تحط تكافح التغيرات المناخية بعد كده دخلت الكوي الكوي ده هو بيبقى مؤتمر شباب بنحاول نطلع فيه بقرارات تساعد فيها الدول بيبقى صوت الشباب بيطلع فيه اهمية المشاكل هي كطالبة ان انا عندي ريتش باكراون عن الكلاميت شينج وعن اهمية القضايا وكل الاسبكت المتعلقة بتغير المناخ ودوري النهاردة ان انا بمثل دولة كندا بقول سبيتش ابرز المواضيع اللي فيه ان ايه دور كندا وطنيا ودوليا وايه اهم من المساهمات اللي بتساهم بيها في مشاكل تغير المناخ اهلا 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 ازاي حضراتكو بوص من البداية انا من انصار ان العائلة تتعلم لغات قدر الامكان ومن انصار انه الناس تعرف اكتر من لغة كويس؟ طيب بس في النهاية ده رأيانا يعني السؤال بقى هل تعلم اللغات قدر الامكان في مصلحة الولاد ولا انه ده هيأثر على اللغة الام يعني في حالتنا مثلا احنا في مصر بنتكلم عربي هل لو علمنا ولادنا لغات كتير في البداية كده وهم لسه داخلين المدارس انجليزي وفرنساوي والماني وروسي وصين يعني ايا كان يعني انت بتحب تعلمهم ايه او المدرسة بتديهم ايه او ان انت مستعد تدفعهم لانهم ياخدوا كورسات في الايه هل ده هيأثر على اللغة بتاعتهم الام الرئيسية ولا لا نشوف هيتقلقي خلونا الاول نرحب بضيوفنا داخل الستوديو دكتور شرين درديري استشاري علم النفس السلوكي اهلا بيك يا دكتور ازاي الصحة كله تمام الحمد لله استاذ حسام مصطفى ابراهيم الكاتب المتخصص في شؤون اللغة ومؤسس مبادرة اكتب صح زك يا استاذ اهلا نصح عامل ايه كله تمام اكتب صحة دي مهم اوي ده الواحد بيشوف نهازل اه الله العظيم طيب هستأذن نبدأ بدكتور شرين ايهما افضل نعمل ايه الافضل ان احنا نعلم الاولاد عدة لغات فيما قبل سن لغات سن الست سنين لان بعد ست سنين بتبتدي الدوائر بتاع الخلايا بتاعة المخ تنتقل الى الدوائر المعرفية المعارف العامة فسرعة تعلم اللغات فيما قبل الست سنين بتكون بدرجة اسهل من بعد العمر ده معدل استيعابه لتقبل اللغة بيبقى اعلى بالضبط انما الجزئية لحضراتك ذكرتها ان هل بيؤثر تعلم عدة لغات على اللغة الام اللغة اللي هييمارس بيها انشطة الحياة الطفل اللي قبل الست سنين هي اللغة اللي هيتقنها لكن مفيش مشكلة ان هو يتعلم لغات قبل السادسة اخرى غير اللغة الام لكن اللي هيتقنها قوي هي اللغة اللي بيمارس بيها انشطة الحياة اللي بيتعامل بيها مع قسرته وجدانه لكن مفيش مشكلة ان الطفل يتعلم اللغة وده يفضل قبل الست سنوات لأن بعد الست سنوات بيحصل صعوبة في تعلم اللغات من ستة إلى عشرة والعشرة بتزداد الصعوبة لأن خلايا المخ بتكون متقبلة أكتر للتعلم المعرفي الإدراكي عن تعلم اللغات والحقيقة في الصدد ده ينبغي أن أنا أنوى أن الإنسان بصفة عامة يتمكن أو عنده القدرة أن هو يتعلم عشر لغات في حياته والأشخاص اللي متعلمين العشر لغات بتكون عندهم المادة البيضة بتاعة الخلايا بتاعة المخ والإدراك في زيادة عن الشخص اللي بيتعلم لغات أقل وبالتالي بتحميه على المادة الطويل من حدوث زهايمر بس عشر لغات ده ده طبعا ده حاجة آيديل يعني ده نموذج آيديل شو مهمت بنكلم عن الإنسان مش الطفل إنسان بواجه عين بكده الإنسان الخارق عشر لغات ده موئة ده كتير يعني عنده قدرة عنده قدرة على كده وده كمان هيخليه عنده القدرة أكتر أنه هو يحمي من الزهايمر المادة البيضة بتاعة الخلايا بتاعة مخه بتكون أقوى فبالتالي بتحميه من أنه هو يحدث لي عملية من الزهايمر على امتداد العمر أنا تعلمت لغات كتير بس الزهايمر عندي أشغال الله ينور طب هنا هرجع لضفنا العزيز وزمنا العزيز أستاذ حسام رأيك إيه في هذا الكلام على مسألة تعلم اللغات؟ أنا ألاقي دايما من حاجة وأظن ده جزء من مبادرة تكتب صح أن الأجيال اللي بدأت طلعة العيال بقيت ما بتعرفش عربي حتى في كلامهم العادي يعني بيستبدلوا الكلمات العربية بالأسهل له أنه إنجليزي فرنساوي ألماني قلت لك يعني اللي هي كذا اللي هي كذا دي يعني ايه دا أنا في مصر أنا أنا مش في حتة تانية قولي وجهة نظرك الحقيقة أنا باتفق مع حضرتك مع الدكتورة فعلا أن الطفل قدر على استعاب أكثر من لغة قبل سن السادسة وبعض العلماء بيمدها لحد سن العشرة لكن هي الإشكالية أنه هو تعلمه للغة أجنبية أو إتقانه لغة أجنبية قبل أن يتقن لغة الأم يؤثر عليه معرفيا وسلوكيا وأخلاقيا وكل الحاجات زي ما حاك تقول أقول فعلا اللغة اللي بيتحدث بها إليه أكتر هي اللي بتأثر عليه وهي اللي بتبقى لغة الأم فلو كان الأم والأب بيتحدث بلغة إنجليزية أو ألمانية أو فرنسية داخل البيت هيعتبر أن دي لغة الأم وهي تقنها أكتر من اللغة الأساسية وهيبقى من الصعب جدا فيما بعد أن نقوم ده فأولا نعلم لغات لكن يبقى ولئنا الأول للغة العربية نبدأ بها نمشي قدر معقول فيها لحد ما يقف على رجليه وبعد كده نبدأ نتلقى علوم أخرى خصوصا أن اللغات كلها شبه بعض فيه قواعد عامة بتحكم اللغات في النهاية فيه منطق واحد بيحكم اللغات كل اللغات فيها فاعل وفيها مفعول وفيها صفة بالتالي بالفعل العلماء أثبتوا أن تعلم لغة بيؤدي ويساعد على تعلم لغة أخرى لكن الفكرة بس حت الترتيب الأولوية كمان المشكلة أن تعلم اللغات مبقاش وسيلة لإقتحام عصر العلم لتحصيل المعلومات لا للأسف بقى جزء كبير منه هو نوع من أنواع التظاهر أو البريستيج الاجتماعي الوجاهة الاجتماعية وحاجة لما بتشوف الناس بيكلموا أولادهم بلغة أصلا هاجين ولا هي عربي ولا هي انجليزي ولا هي فرنساوي فهتحس أن فيه خلل ما فيه تجربة شهيرة جدا للدكتور عبدالله الدنان ده دكتور سوري تجربته في تعليم ابنه من أول ما تولد كان يتحدث إليه باللغة العربية الفصحة فقط ما بيتكلمش حتى هو غير قادر على استعاب اللغة أو فهمها أو الحديث بها وعلى الجانب الآخر والدته وباقية الأسرة بيكلموا باللهجة المحلية بتاعتهم فالطفل المجرد ما بدأ ينطق الحروف ويركب الجمل كان يتحدث الفصحة ببراعة ويعرب ويتكلم كلام مفيش فيه خطأ نحوي على الإطلاق بدون ما يعرف القعدة وهو ده أساس تعلم اللغة عموما يعني إحنا بنعلم اللغة عربة غلط مش الفكرة ده أنا أقول للولد ده فاعل وده مفعول ده اسمه وصف اللغة لكن اللغة هي أن أتحدث بها وأتواصل مع الهدام تعالى حراك هات لخريج جامعة أزهر خريج لغة عربية حد متخصص جدا وقول له كلمني خمس دقائق دون لحن دون خطأ في اللغة مش هعرف يعبر عن نفسه فالصحة أصلا في تعليم اللغة واللي احنا بنقول الطفل يتعلم اللغة في سن مبكرة مش إن أنا أجيب له ده المبتدأ وده لا إن أنا أتكلم معاه ومارس معاه اللغة وبطبيعة الحال هيحاكي لأن اللغة قائمة على المحاكاة هيحاكي وهتكلم زي بالزبط وبالتالي يتحسن لسانه حتت بقى فاعل ومفعول دي مش دلوقتي خالص ولا في المرحلة الابتدائية كلها والدليل حضرك لما بتشغل فيلم كرتون مدبلج شوف الأولاد الصغيرين بعد ما بيعودوا قصادوا بطلعوا بيسمعوا الفيلم بالفتحة بالكسرة ما بغلطش بل إنه قادر على اختلاق جمل أو تركيب جمل ممثلة اللي هو سمعها بنفس الإعراب بنفس الأداء بدون لحن من غير ما يعرف الموقع العربي للكلمة ولا دي فاعل ولا دي مفعول هو القنوات التليفزيونية المخصصة الأطفال اللي بتتكلم باللغة المدبلجة بالعربية الفصحة المدبلجة طبعا بتؤثر يعني أنا شفت بن أختي الزغير راتي هو كبر لاتي بأطول مني وهو صغير فأختي بتقوله على شيء ما أمر ما يعني قالها أنت أم مستبدة الله بالإعراب أنا قدلت بفصله كده مستبدة خلينا أقول برضو إن العناصر بتاعت الجزل بتاعت الألوان والحركة بتؤثر في سرعة الاستعاب وسرعة اكتساب اللغة يعني خلينا أنا كده وإحنا كده متفقين إن اللغة التي يتقنها الطفل هي اللغة اللي بيمارس بيها أنشطه اليومية وما فيش مشكلة أنه يتعلم لغات إضافية لكن مع تحفظنا على المحافظة على اللغة الأم في الأنشطة اليومية وداخل الأسرة وخلال أنشطة حياته إنما يكتسب لغة أخرى ما فيش مشكلة طبعا بس ما تكلمش بيها في حياتي اليومية يعني أنا في عندنا جملة اللي هي دايما نتريق بيها يعني على نوعيات من الأمهات اللي هو بتاع بودي يلا اطلع من الماء عشان تشرب بوتر ما تشرب ماء يعني اطلع ماش تشرب ماء بس أدي كل القصة اطلع بحش تشرب بوتر إيه تشرب بوتر كده خلاص اللي بابة يعني ما حصلش طب أنا هستأذنكم في أنه احنا هنطرح مع بعض سؤال هل التعلم المفرط للغات في المراحل المبكرة ده يخلق زحمة في عقول الولاد فيبقى عمليا حتى ما عندوش قدرة كافية أو عقله مش قادر على استيعاب أمور معرفية أخرى بزحم أدمغتهم يعني ولا لأ لكن هنتكلم في ده بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة زميل العزيز عطية دلوقتي هو بيقولي الشهير بتيتو فأدي القاهرة السحرة فحتى كنت بعلق مع ضيوفنا القاهرة سحرها مش في الشكل سحرها في الروح المصريين دول مزهلين يحطوا روح في أي حتة كده يا رجل ده انت لورا أنا عايزك تروح مثلا مثلا ميتشجن في الوقت المتحدة الأمريكية وتشوف المناطق اللي ساكن فيها المصريين منطقة زي الفل بالمنسبة عشان بتكيش ان احنا بنا تهكم فيها روح تانية خالص يعني تلاقي المنطقة دي اللي فيها مصريين كتير روح تانية خالص خالص عن بقية أمريكا والله العظيم ما بهذر نرحب مرة تانية بضيفنا العزاء داخل الستوديو وكنا بنطرح سؤال هو انه هل المزيد من او الاسهاب او الافراط في تعلم اللغات لدى الاطفال هيؤثر على قدرتهم في تحصيل المعارف الاخرى ولا لأ لأن قبل الغاية ست سنين بتكون الأفضل وقت لتعلم الطفل اللغات ماشي لحد سن عشرة زي ما قلت لحد عشرة بعد عشرة بيبتدي ينمو وبعد سن تمانية ينمو لدى الطفل القدرة على المعاني المجردة فبالتالي بنقول النسيج المعرفي لي عشان كده دايما بنقول الأفضل ان احنا نعلم الولاد اللغات لغاية سن عشر سنين طيب بعد كده المعارف ولا تؤثر ردا على سؤال حضرتك لا تؤثر تعلم أكثر من اللغة على النسيج المعرفي للطفل لا ما تؤثرش طب الملاحظة والتقصي والبحث شفت ايه انا شايف ان الافراض في اي شيء مضر سواء في اللغة او في غيره النقطة التانية الطفل ليه احتياجات اخرى غير التعلم عموما فلا بد ان نحترم هذه الاحتياجات اغلب الاباء يبدأوا يعني بشوفها على الجروبات والاسئلة اللي بتيجي مثلا انا عاوز اعلم ابني برمجة ابني عنده خمس سنين انا عاوز اعلم ابني مات وهو عنده اربع سنين ما فيش حاجات مبسطة فيه هواس لدى الاباء عموما بانه عاوز يشوف طفله احسن طفل وتحت تأثير التكنولوجي والحاجات المزهلة اللي بنشوفها كل يوم فمتخيلين ان هما لما يبدأوا من سن سنتين مثلا على عشر سنين يبقى عندهم احمد زويل وده تفكير خاطئ اولا لان فروق فردية كثيرة ما بين الاطفال فلا بدنا نعرف نوعية طفل بتاعي ممكن يكون كثير اللعب في بداية حياته بعد كده يلاقي هدفه يتشطر ياخد اتجاه ممكن هو انسان لا يتقن اللغات ما عندهش دقطان انه يتعلم لغة لكنه في حاجة تانية حركية مثلا اكثر استعابا فبصفة عامة لابد ان احنا نعرف نوعية الاطفال بتوعنا ومحتاجين ايه وميبقاش فيه استيريوتيب ميبقاش كل الناس بتاخد برمجة وكل الناس بتاخد فوتوشوب وكل الناس بتاخد انجليزي لا نحترم خصوصية الطفل لو عاوزين نقدمنه هذه المعلومة لابد ان نتخير الشكل المناسب لسنه انا في احدى المرات مثلا ولادي في ابتدائي عندهم دروس في النحو معقدة كانوا اخواتها وانا اخواتها مش فاهمينها وانا تخصص عربي طريقة تقريدية فشلت تماما لكن لما طلبت ان هم اللي يحضروا الدرس ونجيب كروت من المكتبة فرخ بعشرة جنيه ونقطعوا ولزق اللي ها بتلزق ونكتب كانة عصابة ونرسم لها شنب ومش عارف ايه ونلزقها وبعدين دخلت هاجمة الجملة الاسمية وهي ماشية الجملة الاسمية جرت راح تحصرها ورافعة مش عارف ايه وقعدنا نرسم وعملنا على ايد كروت وهم اللي شرحوا لي الدرس عز اقوله حاك انه الله اختلف ما بقاش هنا تعليم انا بسمح ليبني وحنا بنحن الامتحانات انه وقعد يتنطط على السرير مع انه تربويا ونفسيا انتها لأ ولا انضباط اوه تميز ربع ايديه انا بني حركي فلما بحصره في ركن القصة انتهت خلقته بالضبط فانا بديله مساحته بديله طريقته فمرة من المرات بنتي انا بعمل فيديوهات على قناة عندي اسمها اكتب صح للغة العربية بنتي عجبها القصة الله عندك فلوورز والله بتاع قالتلي انا عاوز اشرح دروس وعاوز طريقة صنع الجبنة من اللبن يلا يا حبيبتي وجبت لها الكاميرا وصورتها على المكتب وطلعت وعملت فيديو جبت لها منفحة جبت لها كل حاجة فالمقصد هنا ان كل طفل له طريقته في التلقي وفي التعلم فانت افهم رايح فين وما تزنقوش في قالب احنا نعشق القولبة ونعشق ان كل الناس تبقى ماشي في نمطه سيبه ياخد وقته ياخد حريته طيب دكتور شيرين هو احنا عشقين للقوالب زي ما قال استاذ حسام واللي احنا طول للوقت عاوزين نحقق رغباتنا الذاتية واحلامنا الشخصية في العيال دول يعني اللي كان نفسه يطلع عالم فيزي عاوز العيال دي كلها تبقى ألبرت أينشتاين وبعدين الصين فيها اكتر من مليار وسبعة من عشرة نسمة فلما بيطلع واحد صيني ما سأقولك ايه الطفل الصيني الذي نجح في اكتياز اختبارات كلية الهندسة ده واحد من مليار وسبعمائة مليون صحيح مش معقول كل الاطفال هي يعني كان ساعتها الصين دلوقتي عايشين على المريخ بقالهم خمسين سنة احنا بنحقق رغباتنا ولا احنا بنعمل ايه انا ضد النموذج ده ضد نموذج ان انا احط الطفل في قالب او ان ابني يكون وسيلة لتحقيق احلامي انا لان كل شخص بيتخلق عنده كارزمة في حتة معينة كويس وينبغي ان انا اراعي الفروق الفردية بين ولايدي انا مفاش حط استنبا انا كده انا بقضي عليه على فكرة لاني ممكن تكون كارزمته تميزه في جزء اخر غير اللي انا نفسي هو يحققه رياضي رسام موسيقي وبالتالي لازم اسيبه يجمح بفكره ويحقق نوع من يعني الابتكار الخلاق اهم حاجة بوجه رسالة للاباء والامهات ان انت تكتشف ابنك متميز في ايه ابنك متميز في انه نشاط خليني انول نقطة مهمة ينبغي ان احنا نلقى الضوء عليها الحقيقة تم اثارتها ولكن انا بقى اؤكد لا يمنع ان انا اعلم ابني لغات او ان انا اعلمه في سن صغير ولكن الاساس في هذا التوقيط ان الطفل لازم اديله مساحة ان هو يلعب ويمارس الانشطة افضل الطرق في التعليم بوجه عام ومن انجح الطرق وده اللي بيستخدمه الصين على فكرة هو التعلم من خلال الانشطة ان انا بقى بلعب ولعبة ومنها بيتعلم علم ودي افضل افضل الطرق والصين متميزة علشان كده عشان عارفين يخلوا الاطفال يتعلموا من خلال برنامج نشاط انا عجبني قوي مدرس التاريخ اللي بيلبس لبس متعلق بالحصة يعني فين استيستقات ازاي؟ ده جميل لا دي وسائل جذب طبعا عمره ما ينسى الطفل عمره ما ينسى طيب هنا هسأل بقى على نقطة مهمة عشان احنا بنتكلم عن المساعد احنا وصلنا لمرحلة انا في مرة من المرات شفت اوراق الامتحانات بتاعة طلبة في الجامعة فيها كم اخطاء املائية ما يقعش فيها ولد في تالتة ابتدائي ده حيث ايه السر؟ طيب هو الموضوع ذو شجون حضرتك حطيت ايدك على يعني وجع مستمر القضية طبعا بتبتدي من بداية التعليم زي ما قلنا انا بشوف ان تدريس اللغة العربية في المدارس لا يتم بشكل يناسب العصر او يناسب المرحلة العقلية تخيل حضرتك مثلا انهم في مراحل مبكرة بدرسوا شعر جاهلي وفي السنوي يدرسوا شعر حديث طب ما انت المفروض تبدأ بالعكس تدي له المألوف تبني على المعلوم لحد ما تصل الى المجهول ده مش متحقق كمان اثقال الطالب بدراسة قواعد النحو في سن مبكرة في الابتدائي تقريبا بيخلص كل قواعد النحو بدون ما يبقى لها استخدام وظيفي لاحظ حقيقة ان احنا دولة ثنائية اللغة يعني احنا بنتكلم في كتب اللغة العربية بالفصحة ونطلع في الشارع الطفل ما يلاقيش استخدام لهذه اللغة فتظل محصورة بين جدران الفصل وطبعا مش عاوزين نقول ان المدرسين نفسهم لا تحدثوا الفصحة فبالتالي مفيش اي ممارسة معين وزي ما حاجة كنت بتطرح قضية ان اللغة اربع مهارات اولها الاستماع انا لو ما استمعتش للحرف بشكل سليم لن انتجه بشكل سليم فيبقى التعليم من البداية كطريقة كمنهج سيء جدا يتخرج من هنا الطالب تخيل انه دخل ازهر او دخل حاجة متخصصة في اللغة العربية انا تخرجت في كلية التربية لغة عربية بالمناسبة ما شاء الله درس لغة عربية وانفق سنوات من عمره وهنفترض انه مكتهد وانه مذاكر وانه مشاطر هيطلع يبيع ايه اللغة العربية فرغت من جدوها الاقتصادية هيطلع يبيع ايه انا دلوقتي لو روحت اخدت كورس انجليزي في اي مركز تحت بير السلم صرفتلي فيه الف جنيه الالف ونص هقول له كلمتين انجليزي ممكن اشبك في الوظيفة لكن اتقاني للغة العربية لا يرتب ان انا اشتغل بيها لكن لو الدولة تبنت وسيلة لاحياء اللغة زي مثلا هقول لحضرتك لما بتشوف مثلا السادة عضاء مجلس الشعب لما بيطلعوا يلقوا القسم اللي هما بيلقوه مكتوب قصادهم بيخطيقوا فوق وفيه ايات قرآنية وبيقرواها غلط لو اصبح هناك مدرسة داخل مجلس الشعب او مدرسة للموظفين العموميين عموما لا يقبل تعيين اي انسان في منصب عام الا اذا اكتاز دورة في اللغة العربية دورة مبسطة انا مش عاوز سيباوية بس مش عاوز الخواجة بيجوه لكن الاخطاء اللي بتتقال ساعة القسم وما الى ذلك برضو دي اخطاء التوتر يعني كلنا يعني نوضع في هذا الوضع وفي هذا الموقف دائما يعني انا اجزم بانه زملائنا في مجلس النواب او في مجلس الشيوخ هم جلنا مصور وكل حاجة بس هيبت الموقف انت بتقول بقى اهلا خب يعني انا قدام الرايس وقدام صعب برضو صعب على كل انا معلش الوقت بينا جري الا انه احنا محتاجين نتكلم اكتر على قضية اللغة دي ودي قضية مهمة جدا 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 حتى دكتور شين قالت لنا انا بدارس في الجامعة وبشوف الاخطاء بتاع الطلبة بلاوي حاجة خض استاذ حسيم كرجل متخصص يشاهد من البلاء اكثره يعني ودي حاجة برضو صعبة علينا جميعا يعني في النهاية دول ولادنا او اخوتنا او زملائنا الى اخير وعايز اشكركم جدا على وجودكم معنا ونعتذلكم على دي الوقت ونعتذلكم ان احنا مأخرينكم احنا بنشتغل لحد اخر الليل يعني وحتى منتصف الليل اه فضلنا اربع دايق وينتصف ليل القاغرة السحرة اشكركم جدا دكتور شرين درديري نورتينا وشرفتينا دكتور حسيم او استاذ حسيم والصفى زاملنا العزيز نورتينا وشرفتنا وحضراتكم بالتأكيد منهورين كل يوم عموما خلصت الحلقة سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كان لنا العمر فهنقابلكم بكرا ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات